بعد عدة تدخلات قامت بها خلال السنوات الماضية لصالح المنومة الصحية في مدينة ألاغ جهة البراكنا تسلم وحدة طبية خاصة بطب الأسنع لمركز الاستطباب الجاوي بمدينة ألاغ يأتي تسلم هذه الوحدة الطبية في إطار التعاون والشراكة بين جهة البراكنا وجهة الجنوب الفرنسية قمنا اليوم بزيارة لعدة مصالح لمستوى ولاية البراكنا وخاصة مدينة ألاغ برفقة شراكة من جهة الجنوب الفرنسية وفي إطار اتفاق الشراكة بيننا معهم يطلعوا على احتياجات وآفاق التعاون التي تشتغل عليها جهة البراكنا وجهة الجنوب الفرنسية وكانت هاي مناسبة أن يحضروا معنا التسليم اليوم لمستوى مستشفاء لك الوحدة الطبية سنان متكاملة لأن الوحدة اللي عندهما من 2015 ولهم شيء اللي ملاحظين أنها ما تلا تلبيك الحاجيات اللي يالله حضروا معنا هم من أجل ملل الطلاع للحاجيات اللي يعبروا عنها مسؤولين المستشفاء واللي يتقبلوها ومتع أحدين ندرسوها في البلد اللي كان نجبرو لها حلول هذه التدخلات وغيرها تعكس طبيعة الجهود التي تقوم بها جهة البراكنا بالتسليق مع بعض القطاعات الحكومية من أجل تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون في الولاية خاصة تلك المتعلقة بالصحة العمومية وبعد تسليم المعدات الطبية المشكلة لهذه الوحدة عقد رئيس جهة البراكنا السيد محمد المصطفى والمحمد وحمود اجتماعا مع إدارة المستشفاء ضم مسؤولين في جهة الجنوب الفرنسية استعرض خلاله القائمون على المستشفى الجهوي بألاق جملة النواقص التي تعاني منها بعض الأقسام الطبية إضافة إلى تشخيص بعض المشكلات ذات الأولوية سبيلا إلى إدراجها في قائمة التعاون بين الجهتين عبد الودود السيدنة الموريتانية مدينة ألاق